السلام عليكم الحقيقة انا قررت النهاردة اتكلم في موضوع مهم جدا وحساس بالنسبة لنا وكتير مننا بيوجهوه لان احيانا الواحد في نا بيبقى في حياته شخص اقل ما يوصف بي ان هو شخص سخيف شخص رديق شخص معدنه رديق فعلا شخص غير سوي شخص مريض شخص عنده سكيزوفرينيا منفصل عن الواقع شخص بتتجمع في كل الرزائل اللي خلقها ربنا شخص ما تعرفش اذا كان مريض ولا معتوه ولا فاجر في خصمته ولا مريض نفسيا ويستحق الشفقة ولا هو مثلا يعني مش عارف اقول ايه يعني هل هو شخص معادي للمجتمع عنده عداء لكل ما هو جيد عنده مرض اسمه تشويه الحقائق عنده مرض اسمه كره النجاح وكره ان حد يتميز عنده مرض اسمه ازاء الاخرين واقاع الاذى بهم والشماتة فيهم الحقيقة لما شخص تجتمع في كل الصفات دية صدقني هيبقى شخص سخيف جدا في حياتنا وربما يكون اسوأ شخص مر عليك اسوأ شخص انت شفته شخص كنت مخدوع في الفترة كبيرة وطويلة من عمرك ويشاء ربنا سبحانه وتعالى انك لا تؤثم بسوق الظن لان احنا عندنا الاية الكريمة ان بعض الظن اثن فما تؤثمش بسوق الظن لان كل ظنك فيه من البداية وكل مشاعرك المرتابة المتشككة فيه وفي نوايا من البداية ما كانتش من فراغ ما كانتش صراب بيتبتلك يوم بعد يوم ان هو انسان منحط فعلا ان ان هو انسان بيغرد خارج السرب ان هو انسان غير سوي بالمر الانسان لما بيبقى سادي معادل المجتمع سيكوباتي بيعمل اي حاجة عشان يثبت ان رأيه صح ممكن يجادل في ايات ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجادل في الاحاديث النبوية الشريفة الصحيحة اللي احنا تورثناها واللي احنا ماشيين في هداها وماشيين في الطريق الصواب اللي المولى عز وجل اراد ان احنا نسلكه يعني مثلا هقول على المثال بسيط اه لما شخص يكون حياته كلها او كلامه كله سواء على وسائط التواصل الاجتماعي او مع الاخرين عبارة عن رتح وطعن ولعن وسب وخطف الاعراض وكلام سلبي عن الناس لاثبات ان هو احسن من الناس كانه مخلوق من طينة تانية غير الطينة اللي اتخلقت منها او اتخلق منها معظم او كل الناس اللي ايه اللي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى تقول له مثلا الحديث الشريف واضح بيقول ليس المؤمن او ليس المسلم بس في الغالب ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البديء يقول لك اه ده حديث صحيح بس ايه بس يجوز ان احنا نضعن في الفاسدين والمختلين ومش عارف ايه ويجوز ان احنا نهاجم الناس دي طب اخي طيب ايه ايه اللي عرفك ان هما فاسدين ومختلين هل لانك معاديهم لانك في سوق تفاهم ما بينك وبينهم هل سوق تفاهم ده اللي بينك وبين الناس يدي لك المبرر انك انت تسب وتطعن وتدعي عليهم ما ليس فيهم مش كده وبس لا ده انت بتكبر عيوبهم بتدور عليهم بابرة وبتكبرها بميكروسكوب الكتروني دقيق جدا فليه ليه 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 بتعمل كده ليه بتتتبع الناس في في حديث صحيح بيقول من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته وفضحه ولو في جو في بيته عارف لو انت نايم في سريرك وملكش شغلانة غير انك انت تتجسس على الناس واتبحهم وتلسن عليهم وتخوض في اعراضهم وتتريأ على اولادهم وزوجاتهم وما عندكش شغلة في الدنيا كلها تسيب شغلك الاساسي الطبيعي اللي ربنا ادهو لك عشان بس تتفرغ لمرأبة الناس ولتتبع عوراتهم وعيوبهم يبقى انت في الحالة دي هل شايف نفسك انسان طبيعي هل لما تبص في المراية وتشوف وشك هل هتحترم نفسك هل هتبقى راضي عن الشخص اللي انت شايفه هل ان الانسان لما يتشدق بالدين واقول قال الله وقال الرسول ويزين صفحته على الفيسبوك بمجموعة من الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة الجميلة اللي ممكن تخلي اي واحد يحبه ده على العام لكن لو دور الواحد فينا على الخاص على الكلام اللي بينشوره بينه وبين اصدقائه او بيتدوله مع اصدقائه يلاقيه كله خوط في الاعراض سخرية من ناس تقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم يقول لك ايه يقول لك لا 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 انا بتسلى طب هال التسلية اللي ابحنا ربنا سبحانه وتعالى هي ان احنا نسخر من خلقه ده انت لو سخرت من شكل حد او من خلقته او من هيئته انت كده بتتحدى ربنا لان ربنا بيكره الموضوع ده جدا لان اول زم يعني اول زم عصية بيه الله سبحانه وتعالى هو الكبر والحسد يقول لك لا انا ما بحسدش احسد مين احسد مين ايه ده اللي انا احسده اللي هو ما يسواش بصل مش عارف ايه ايه اللي انا احسده اللي هو كله ايه كله على بعضيه كده ما لبسوش مركوب في رجلي او شبش في رجلي استغفر الله العظيم يا رب يا اخي لا حول الا قوة الا بالله حد عارف مين احسن من مين عند ربنا ايه المعيار اللي انت بتقيس عليه ذلك ايه المعيار اللي بتقيسه هل هو تفوق علمي يعني ورينا انتاجك العلمي هل هو مثلا عشان الواحد يعني يعني ربنا اديه بسطة في الجسم طب ممكن فيروس زغير زي كورونا يعني يضيع الدنيا كلها يخلي البنيان ده يتهد لان ايه وخلق الانسان ضعيفة يعني الانسان اضعف مما تتصور فهل معنى كده انك انت تتغرب جسمك يعني عشان ربنا اديك بسطة في الجسم عشان ربنا اديك شوية شعر شوية شكل حلو برضو ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يشوهه قادر ان هو يخليك عبرة لمن لا يعتبر قادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخليك فرجة للناس اتق ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل مهما مر الزمان ومهما يعني يعني الامور بانت ان هي في صلحك لكن ده مش معناه انك انت خلاص الامر استوى بالنسبالك وخلاص الناس كلها يعني انت احسن من الناس كلها لا ده الانسان لما يكون عنده تضخم في الانا ويكون عنده تورم في الذات بيشوف كل الناس زغيرة قدامه وفي حكمة بتقول الانسان المغرور الحاسد الفاشل المغرور اللي شايف ان هو اعلى من الناس عامل زي اللي ركف اعلى قمة الجبل هو شايف الناس من تحته صغيرة والناس برضو من تحت شايفاه هو صغير فمش عارف ايه وجه الغرور او وجه التعالي اللي انت بتتعالى على يا انسان يا ضعيف يا فقير يعني هل هو مثلا ربنا ادلك مال يعني ما اعتقدش ان الانسان حتى لو ربنا ادى له مال ان هو يعني يتكبر ويتجبر به على خلق الله هل لانك مثلا عشان شايف ان نسبك كويس كلنا لادم وادم من تراب يعني في النهاية ده الانسان المؤمن الانسان المؤمن اللي هو عارف يعني لا تقول لي من ابيك ولكن قل لي من انت تكلم حتى اراك زي ما بيقول ارستو او افلاطون تكلم حتى اراك يا فتا لان الانسان فينا بنفسه وليس بنسبه ولا بحسبه ولا بماله كل ده شيء زائل زائل احنا تجربة فيروس كورونا في الفترة الاخيرة اسبت لنا قدي ايه احنا ضعفة قدي ايه احنا محتاجين لربنا قدي ايه ان طريق ربنا هو الطريق الصواب فالانسان المفروض يترفع عن الصغائر يدع الخلق للخالق لان الانسان المعطوب فقط الانسان اللي هو عنده يعني عنده مشكلة عنده مشكلة نفسية مشكلة عقلية عنده حاجة كده معينة هو اللي ايه هو اللي تلاقيه متابع غيره غيره عامله حرقان عامله مشكلة كل ما يلاقيه يتقدم يقلل من قدراته او يسفه من شخصيته او يحاول ان هو يجد ليه عيب ما ده طبيعي طبيعي بس ايه ما يبقاش باين ما يبقاش بهذا الوضوح ما يبقاش انت معادي كم واحد وامتبعهم متابعة دقيقة بحيث عايز تعرف كل حاجة كل صغيرة وكبيرة في حياتهم عشان تتريع عليهم ومعنى انك انت تتريع على الفيسبوك مثلا على اي حد واتلاقي مثلا مجموعة من المطبلاتية طبلولك وهم في الغالب مراهقين وصغار سن دحكت عليهم مش معنى كده او ناس منحرفة نفسيا وعقليا مش معنى كده انك انت منتصر او انك انت قوي لا يا عمرها مكانة ميزة ان الانسان يلسن على غيره على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتعمله حضرتك ده هوت ده يدل على ضعف لانك انت لو قوي بتواجه لو عندك اي قوة او ظرة شجاعة بتواجه اللي قدامك مش تختبئ خلف الحوائط الالكترونية او تقعد تقول كلام ممكن يعني يوديك في الستين دهية ممكن يخلي اي حد اي حد يحطك كده في حاجة معينة انت مش قدها ممكن حد يدبر لك شر انت في غنى عنه فليه تحط نفسك في الموضع ده؟ يعني اتقي مواضن الشبهات وتغريهم وتقول لهم اهم حاجة الغاية تبرر الوسيلة انا طالبكم في شهادة زور ليه؟ لان ده خير في النهاية ايه الخير اللي يجي من وسيلة يعني من رزيلة زي رزيلة من رزاق للرسول العسل صلى الله عليه وسلم نهى عنها بشدة الشهادة الزور يعني ايه الفايدة اللي هتعود علي لما اغير الحقائق ولما اجيب ناس تشهد بحاجة ما حصلتش ربنا يكسفك مرة واثنين وثلاثة تتطعز؟ لأ تتمادى في الطريق الخطأ وتحاول تبرر وتحاول تعمل انك انت يعني ما والله العظيم الانسان فينا لو ساب غيره والتفت لنفسه وبص وحاول يوظف قدراته صح في المكان الصح وهتم بشغله وهتم بحياته هيتقدم والله هيتقدم ويرتقي والانسان اللي مش شغل نفسه بغيره بيبقى دايما من باله مرتاح يحط راسه على المخدة او الوسادة تلاقيه ايه؟ تلاقيه راح في سبع نومة ليه؟ لانه اللي عنده ضغنا ما حد ولا بيباتي يدبر شر الحد ولا عيل هم حد ان هو يهجم عليه مثلا ولا يرد الشر اللي هو تلقاه منه فيعني ليه؟ ليه؟ ليه الانسان عيش طول عمره مهدد بهذا الشكل بسبب بزاقت لسانه وحقرته لان الانسان الحقير حقرت اللسان حقرت الشخص وبزاقت اللسان والطبع المريض الطبع المريض ماليش علاج بس انت ممكن تقدر ممكن كانسان مريض بندعوله بندعوله بالشفاء تقدر تقدر انك انت تغير من الطبع ده ياخل فيسبوك عاملك مشكلة اعمل 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 دي اكتفيشل الاكاونت فترة قعد مع نفسك شوف هل انت بتعمله ده صح ومش معنى الناس بتسقفلك ان خلاص دي الناس بتتسلى لان هما عايزين هو احنا عندنا في مصر الناس عايزة مناخ زي كده فيه اشاعات ونميمة عشان تتسلى لكن لو قات صدقني محدش هيسأل عليك ولا حد هيقف معاك ولا حد هيشفع فيك شفاعة حسنة ولا حد هيقول في حقك كلمة كويسة يعني زي الحيوان لما يقبر لما ينفق ويقبر ما بيكونش ليه ذكر بعد كده لانه حيوان لكن الانسان اللي هو ساب سيرة ضيبة ويساب وراه ارث ضيب وسيرة ضيبة دائما الناس بتفتكروا بالخير يقولك الله يرحمه ما يقولكش الله يلعنه ولا الله يفحمه مطرح مراح ولا ربنا يديه على قد ما يستحق لا اكيد لو انسان كويس محدش هيقول علي كده ختاما عايز اقول كما تدين تدان طالت ولا اصارت كل حاجة انت بتعملها بيتردلك مش لازم من الشخص اللي انت قسأت اليه ممكن تتردلك بشكل غير مباشر بطريقة تانية وثق ثقة تامة لو انت قعدت شاغل نفسك بالناس هتتعب انت وفي النهاية انت نفسيا هتتدمر والناس مكبرت مخة ومحدش بيتابع خلاص يعني كل عملك بلوك محدش بيتابعك لانك انت بقيت مفضوح هيتابع ايه هيتابع ايه هيتابع ما انا عارف انك انت كاتب الكلام ده عشان تدايقني طب انا اتابع ليه اتابع ليه انا عائل يتابع حاجة ممكن تدايقه انا اتابع النقد البناء اتابع حد بيقول لي فيه حتة صغيرة ممكن تعدلها يا محمود انا عايزك تبقى كويس فالموضوع ده لو انت عملته بالطريقة الفلانية صدق ان هتحسن من المنتج اقولك امين ده نقد ايجابي بالناء لكن انت تقول لي انت فاشل وطول عمرك فاشل وهتفضل فاشل وكل اللي تعمله ها رديء وما عمره ما هيبقى كويس ليه ما الواقع بيقول غير كده الواقع بيقول لنا ليه انتاج وليه شغل وليه حاجة على الارض الواقع حاجة انا بستثمر فيها وقت لا عايز اغز حد ولا تحد حد ولا ابو الله ارحمه قال لي تخيل نفسك في سبق وانت ركز في حرطك ركز في الحاجة اللي قدامك اعمل كل ما تستطيع عشان ايه توصل لبر النهاية مالكش دعوة بحد ما تبصش حواليك بص قدامك على الهدف بتاعك كان دايما الله ارحمه يقول لي عامل زي الامتحان الحياة دي عامل زي الامتحان لو الواحد فينا ركز في ورقته هيكسب كتير قوي لكن مش معقول الواحد يبقى في امتحان يشوف شخبطه على يمينه وشوف حد بيستعمل الوان على شماله وبص لقدامه عشان يشوف الفلندا نظم البراجراف ده ازاي الكلام ده مش صحيح لانك انت التفكيرك هيتشتت مش هتعمل حاجة نفسك لها تعمل حاجة مادية ولا معنوية ولا هترتقف وظيفتك ولا شغلك ولا تعمل انتاج مالموس هتبقى انسان صفر كل رصيده شوية خناءات ومشحنات مع الناس وقلة أدب وكلام فاضي وخطف الأعراض وحاجات يعني يعف اللسان عن ذكرها فأرجو من اي حد اي حد بيحاول ان هو يغلس عن الناس كده لمجرد الغلاسة يفكر الف مرة اي حد بيحاول يتتبع شخص تاني لمجرد ان هو كره اكره زي ما انت عاوز بس ما تغيرش حقيقة موجودة ما تقولش حاجة مش موجودة ما تفتيرش على حد اعمل اللي انت عاوزه المشاعر دي ما نملكهاش المشاعر الطبيعية بتكون موجودة فينا ما نقدرش نغيرها ده بالعكس الانسان الصريح كويس ان هو يحب فلان يقول انا بحب فلان يكرهه يقول انا بكره فلان بس ما تئزهوش مدام ما تعرضش لك باي ازى او اهانة او سبب لك اي مشكلة ما لكش دعوه بيه انت في حالك وهو في حاله يا اخي اصل الارواح دي جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف بس كده ده ده اللي انا عاوز اقوله وربنا يهدينا جميعا وربنا يهدي كل عاصي وكل شخص هو مش عارف مصلحته كويس وتفرغ ليه النميمة والقيل والقال وتتبع الاخبار والنوادر والسخرية من الاخرين عمال على بطال ربنا ربنا اعفى عنا عننا الاول يعني وعنكم برضه لان اكيد كلنا فينا عيوب لكن يعني في عيوب تفرق عن عيوب يعني عيوب اخخليها نفسك لكن انت ما تضرش بها حد فيك ناحية شر استغفر ربنا يمكن ربنا يهديك لكن كل ما ده تزود من جرعة الشر عشان تكسب عدوات اكتر هتستفد ايه هتفضل كده حياتك غير مستقرة هتبقى حياة غير امنة نفسيا غير مرتاح بالمرة تطلع من مشكلة تدخل في مشكلة لانك انسان مشاحن ربنا مش راض عنه ولا هرض عنه ولا هتقبل منه ولا هتقبل منه لانك انت بتضيع حتى عملك الصالح اسأل الله لنا ولكم ولا هتقبل منه لانك انت بتضيع حياتك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة